عبد العالي المدد رئيس جمعية مبادر الشباب للتنمية جمعية اللي هي تأسست منذ 2009 تأسست على واحد الأساس على واحد الرؤية وعلى واحد الرسالة اللي هي كتخدم الشباب عبر الأخذ بالعلم والمعرفة كوسيلة للتحقيق تنمية شاملة تبنس على الأساس واحد المهمة اللي هي كتتعمل عليها من خلال واحد تكوين واحد استهداف للشباب وبيناء واحد الفئة اللي هي فئة شابة كتعمل على ترصيخ المواطنة الصالحة فش كنقولو المواطنة الصالحة كنقولو يعني الشاب اللي هو كيقدم وكيعطي لبلاده كتر من اللي كفي ضيعة بلاده هذه من ناحية الجمعية الجمعية عندها أهداف من الأهداف ديلها هناك تقوية قدرات الشباب من ناحية الإدماج ديلهم في السوق أو المحيط ديلهم الاقتصادي والجتماعي الاهتمام بالطفولة والمرأة والمجالة الملين ما بها كذلك تشجيع المواهب من ضمن هذه المواهب المواهب الرياضية اللي هو الموضوع أو المحور دي الموضوع دي ان شاء الله اللي هي واحد البطل شاب مغربي بين المنطقة بين الفاس لصراحة الجمعية الجمعية تفتخر بالوجود ديله كإطار وكعضو داخل الجمعية هذه الظاهرة هي الظاهرة الرياضية في مجال في واحد المجال الرياضي اللي ربما المنطقة ما كتعرفوش بزا أو لا ما منفاتحاش عليه بزا أو لا ربما كفئة شبابية ما ما مهتمش بهذه الرياضة لأننا ربما كنت نشوفها غيفة الفازة هذه الرياضة له هي الرياضة دي المصارع الحرة كما قلت لكم هذا النوع من الرياضة في خلال النقاش دينا مع البطل دينا المغربي كجمعية وكعضو هو في الجمعية كان واحد الموقت صراح دينا أننا نضموه واحد العرض هذا العرض كان في بداية دينا أنه غير يكون وطني لكن الطموح دينا كجمعية وكشباب وكمسؤولين في هذه الجمعية أننا كان طموح أكبر لأنه كما يقول ذلك المثال إما دينا كبيرة في المستوى أو لا الحادث يكون ما يكون صغير يكون دي طابع إشاعي إذن كان هذا المقترح هو المقترح المطلقة دينا في النقاش فكرنا أننا نضموه هذا العرض وطني هذا العرض وطني اللي هو ماشي سيكون أول مرة في الصراحة في المغرب ثاني مرة في المغرب ولكن أول مرة سيكون في المنطقة دينا العرض الوطني إن شاء الله رحمناكم سيكون في أبطال إضافة البطل دينا المغربي سيكون أبطال مغاربة معروفين ونخليكم إن شاء الله المفاجئة للنهار العرض إن شاء الله باش تتعرفوا اليوم عن قرب الهدف دينا من تنظيمها التظاهرة عندها جوج دي الأهدف الجمعية في تنظيم دينا التظاهرة أنا فرش كنقول التظاهرة كنقول التظاهرة يعني العرض الوطني والعرض الدولي إن شاء الله الهدف كما قلت لكم هو هدف أننا نشجعه ونعرفه بهذا الرياضة اللي هي ربما تكون جديدة كما قلت لكم ربما الشباب يتابعها عبر الشاشة التلفازة أو القنوات أجنبية ما إحنا بغيناهم هذا المرة يتابعها بالمباشر عبر البطال دينا المغربي والأبطال المغاربة اللي غاديتعرفوا اليوم وكذلك العرض الدولي اللي غايتعرفوا على أبطال أجانب إن شاء الله من مختلف الجنسيات هذه من النهي أنا قلنا إضافة إلى التعريف بالرياضة وبالأبطال دينا عدنا واحد الهدف آخر اللي هو التعريف بلادنا بمنطقتنا بمغربنا ما كانت زخرة به المنطقة كفاس من مآتير من التعريف بالمدينة بالتقاليد والعادات دينا المجتمع دينا إضافة إلى ترسخ واحد المبدأ اللي هو كيقوم عليه الدين دينا الإسلامي الحنيف اللي هو مبدأ السلم التعايش ما بين جميع الأطياف والأجناس المختلف بقاء العالم إن شاء الله كان عدنا واحد الهدف آخر اللي هو صراحة ما كنش فغير نقوله ولكن غدنا هدنا هدنا نوضحه للمشاهدين الكرام والمتسبعين دينا الجمعية هو أنه الغرض دينا من هاد العرض الدولي هاد يكون الاتفاة الوحد لفئة اللي هي فئة صراحة محتاجة لرعاية بزاهم محتاجة للاهتمام هاد الفئة لا وهي فئة دي المرضى السرطان كان بتنسيق مع منظمة أيو اللي هي الشريك دينا الجمعية في تنظيم التدورات هاد المنظمة عندها مؤسس ديالها اللي هو السي مهران عبد الحي الأخت تشرفت بالمعرفة دياله في خلال واحد التواصل بينه وبينه على أساس اللقاء أو للعرض الدولي وكان هاد النقطة صراحة نالت الإعجاب دينا كاملين وقلنا أنه بادرة إن شاء الله رحمه 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 تكون من من ضمن البوادر أو اللقاء للتفاتة اللي غادي تجي إن شاء الله مستقبلها إدان قلنا غادي تكون الاتفاتة لهذه الفئة هذي بتخصيص واحد القاسط مهم من المداخل دياله العرض الدولي اللي غا يكون صراحة تامان ما فلاش نقوله مداخل ماشي ماشي بدك نفهم دياله تامان شي حاجه هذي حاجه هذي يكون واحد تامان رمزي وتشجيعي للأبطال ديالنا وفي نفس الوقت هو موجه خيري إدان غا نخصو واحد القاسط مؤيين مهم لهذه الفئة هذي وعلى هامج ديالهد اللقاء إن شاء الله غادي تكون زيارة أرسمية للأطور ديال الجمعية ولا هذي أبطال الدوليين والمغاربة إن شاء الله لهذه الفئة وانتمنى إن شاء الله رحمه 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 أن تكون هذي رسالة رسالة عندها عندها واحد البعد على صعيد المنطقة ولا صعيد ربما الجيها والطموح دينا هو أنه إن شاء الله رحمه 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 يكون هذينا واحد الأهداف مستارة اللي اتناقشنا بينتنا كإخوان ديال الجمعية وكمونط ديمين أو أولا كمؤسسين ديال هذي المنظمة ديال آيو آيو مروكو والتحاد الدولي ديال هذي هذي المنظمة إذن من ضمن هذي الأهداف وأننا سنجعله هذي رياضة إن شاء الله تكون رياضة شعبية معروفة وفي نفس الوقت سيكون تعريف مهم البلادنا ومديدنا والمغاربين نتمنى إن شاء الله رحمه 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 أنه المفاجأة اللي سنوجدون لكم في هذا العرض الدولي تنال إعجاب ديالكم وقبل ما نهضروا على العرض الدولي كان نلبي وكان نوجه واحد دعوة لجميع الشباب ديال منطقة ولا الشباب ديالفاس باش يتوفدوا بكتلة لهذا العرض الوطني إن شاء الله اللي سيكون في ستاء شهر سبعة 2019 اللي غادي نكون فيه واحد الميصاج وواحد الرسالة للجامع بأنه ميصاج اللي فيه تشجيع دياله للطاقة الشابة والتعريف بيها والتعريف بهذا رياضة هذي اللي ربما ما مهرفاش بزاف وهذا هو طموحنا ونتمنى إن شاء الله رحمه 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 أنه نتوفقه في هذه الرسالة الاسم عمر ناسيم 22 سنة بطل ايدابيو مروكو مستوى الدراسي كان وجد هاد العام الإجازة ديالي في التجارة وتصيير المقابلات وديت كان تفرج في المصارع الحرة سنة 2011 من تما ونا كان حلم أن يكون مصارع محترف حتى لسنة 2017 فين تعرفت على البطل الفلسطيني مهران عبد الحي عن طريق فيسبوك مهران هو بطل فلسطيني في المصارع الحرة هو لإستيحاد ايدابيو أو سنة 2012 وعنده فروع في أوكرانيا في الإستيان وفي المغرب توصلت معاه وتفقنا أنه نديره عرض هنا يفاس كان في يناير 2018 وهي كانت أول مشاركة ديالي من بعد تدريبات اللي تدربت أنا ومهران وخا كانت مدة قصيرة ولكن قدرت أني نتعلم بسرعة يعني سي عمر قد نقوله أن مهران هو من بعد ديك المدة اللي كنت يغيك تتفرج في الكاتش في المصارع الحرة أنك هو هو الشخص اللي تبيديك وعلمك حركات علمك تقنيات دخلك وعيشك الأجواء باش اسمحته على كما أنزر حاليا هو الليش تبيديه هو اللي وجهني السي مهران عبد الحي البطل الفلسطيني هو اللي عاوني هو اللي يدربني أخي كانت مدة قصيرة في انتربنة ولكن بالموهي بديالي قدرت أني نتعلم بسرعة وشاركت في أول عرض في يناير 2018 ولكن كان في فاس وكنشوف أن المصارع الحرة كانت عندها شعبية كبيرة في سبعينات وثمانينات وحاليا انقصات الشعبية دالها ولكن بعد العروض اللي غن ديره إن شاء الله غترجع المصارع الحرة في المغرب المجد دالها اللي كانت فيه شهر سبعا إن شاء الله من هات العام عندنا جوج عروض الليول نهار 6 يوليوز 2019 غايكون عرض وطني غنتواجه ضد محمد آماديل غندفع لللقب ديالي ضده والعرض الثاني غايكون نهاري 20 يوليوز في القاعة المهضطات في بن سودا فاس غايكونوا فيه أبطال دوليين مصارعين محترفين من جنسيات بساف وإن شاء الله غايكونوا العروض ناجحين وقدس كل شي مزيان إن شاء الله